موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى ESOE STOWN.DLL هذا مشكل شائع مشكل مشهور يصادفه كثناء تثبيت الألعاب خاصة الألعاب الكبيرة أو المضغوطة بشكل كبير مثل ألعاب فيتجر رايباك أو ألعاب دودي رايباك إذن قبل أن نبدأ في الحل علينا أن نفهم ما هو سبب هذا المشكل المشكل السبب هو في الحقيقة مجموعة من الأسباب أستطيع أن نصنفها في ثلاث أقسام أسباب الذاكرة أو التخضين والمساحة أسباب خاصة ببرامج الحماية وأسباب خاصة بالويندوز والصوفتوري يعني اللعبة في حد ذاتها سأوضح هذا وبالتالي الحلول تكون مجموعة من الحلول نتابع هذه الحلول نبدأ بمشاكل التخزين كيف أحل مشاكل التخزين أول شيء تقوم به فعل ما يسمى بالفيرتيا الميمواري الذاكرة الإفتراضية أي كيف أفعلها بكل بساطة تذهب إلى الآلة الحاسبة تفتح الآلة الحاسبة عندك مثلا قبل أن أبدأ عندك طريقة أوضح طريقة عندك رام أو ميمواري حجمها 4 جيجا ماذا تكتب؟ أكتب أربعة فيه أضربها في هذا العدد اللي هو 1024 تساوي أين أكتب هذا الرقم؟ أكتبه هنا أضغط على خصائص ومن هنا من خصائص تذهب إلى Advanced Sitting تختار Advanced ثم Sitting ثم Advanced مرة أخرى ومن هنا تغير هذه القيمة إذا وجدت أي علامة هنا قم بحذفها هكذا ثم تأتي إلى هنا تأتي إلى هنا هكذا من هنا من هنا تكتب هنا القيمة التي وجدناها في الآلة الحاسية هذه هذه القيمة وإذا أردت تعيدها نفسها هنا أو تضربها إذا كان عندك الهارد كبير يعني عندك قرصي عندك كبير فتستطيع أن تضربها مرة أخرى في 1.5 القيمة التي تجدها تضربها في 1.5 والنتيجة الثانية هذه تكتبها في الأسفل أو النتيجة التي وجدتها في الأول تكتبها مرة أخرى هنا أتمنى أن تكون تاري تضغط على Set ثم أكي وتوافق على الاستبدال وتوافق على التغيرات طبعا أنا لن أقوم بهذه العملية لأنه عندي SSD يعني عندي هارد SSD وصغير فلذلك لن أفاعل الـ أو تستطيع عن طريق الباك هذا الباك مميز سأضعه سأشاركه معكم تستطيع عن طريق هذا الباك راحظ تذهب إلى هنا RAM Optimization RAM أو تسريع الرام وتقوم بالنقر على الخيار الذي يناسبك لاحظ تبدأ من 2 جيجا يعني الميمواري 2 جيجا تفعل هذا الميمواري 3 جيجا تفعل هذا 4 جيجا تفعل هذا إذا كانت عندك 6 جيجا تستعمل هذا إذا كانت 8 جيجا وهكذا إذن كيف تستعمله تنقر عليه مرتين فقط هكذا مرتين وتضغط على Yes لكن أنا لن أفاعله إذا تضغط على Yes وتعيد تشغيل الجهاز فسيتم تلقائيا تفعيل الـ Virtual Memory إذن طريق تفعيل Virtual Memory أعتقد واضحة وبسيطة نأتي إلى الأمر الثاني الأمر الثاني هو أن تتأكد بأنه عندك مساحة كافية على القرص الذي تريد تثبيت اللعبة عليه وأنصحك دائما تجنب تثبيتها على القرص أترك القرص للملفات المؤقتة أثناء تثبيت أو مساحة المؤقتة أثناء تثبيت اللعبة لكن اختر أي قرص آخر ويكون عندك المساحة فيه كافية دائما جرب القرص الذي عندك فيه مساحة كبيرة والعاب المضغوطة معروفة أنها تجدها مثلا 14 جيجا لكن عندما تثبيتها تصبح 40 جيجا لاحظتم فرق كبير إذلك دائما احتسب مساحة كافية ويمكنك الرجوع إلى خصائص اللعبة أو متطلبات تشغيل اللعبة ستجد المساحة المطلوبة على الهارد إذن دائما تثبيتها على الهارد الذي فيه مساحة كبيرة أخيرا حاول أن تقوم بكل بساطة ما يسمى بتنظيف القرص أو حذف الملفات المؤقتة بسيطة سأترك لكم هذا السكريبت فقط أضغط مرتين وتركه يقوم بتنظيف الجهاز لاحظ أتركه يقوم بتنظيف الجهاز هكذا هذه حذف الملفات المؤقتة نعم نعم هكذا أتركه هذا باك خاص بتسريع الجهاز وحذف الملفات المؤقتة على الهارد هذا إذن من حلول المساحة والتخزين أنهينا مع المساحة والتخزين نذهب إلى ما يسمى الويندوز ديفاندر كيف نقوم بتعطيل الويندوز ديفاندر قلت لأن الويندوز ديفاندر غالبا يقوم باعتراض بعض الملفات أثناء التتبيت وبالتالي يحدد هذا المشكل كيف نقوم بتعطيله أضغط على الشعار الويندوز زائد R هكذا واكتب ما اسم ال group edit group edit هذا الأمر point ms config هكذا تذهب مباشرة من هذا الخيار عندما تظهر هذه النفذة إلى computer configuration ثم منه administrator template من هذا الخيار تختار windows component هذا الخيار ومنه تبحث على windows defender تجد هنا في D defender أعتقد نعم أو defender windows defender anti-wire تقوم بالنقر مرتين عليها كذا هذه طريقة متقدمة يعني في تعطيله تعطي الخيارين أولا تفعل خيار turn off microsoft defender windows هذا الخيار تفاعله كيف تفاعله أنقر مرتين هكذا ثم من هنا تختار enable enable يعني تفعيل تفعيل خيار تعطيله يعني أنت فعلت خيار تعطيله ثم عندك شيء مهم هو real time protect هذه الخاصية التي يجب تعطيلها بكل تأكيد تضغط عليها مرتين real time protect هذه ومنها تذهب إلى هنا أين هي turn off real time protect turn on script turn off real time protect يعني تعطيل real time إذن تضغط على تفاعلها حتى تقوم بتعطيل أنا فعلت خيار تعطيل أنا فعلت خيار تعطيل إذن أظن هذه طريقة متقدمة في تعطيل هو أي مشكل في تعطيل هي تواصل معي عطرنا Windows Defender بقية المشكل الأخير وهو أن اللعبة في حد ذاتها أثناء تحميل ربما حدثت مشكل إما بسبب الأنتيفيروس أو حدث فيها ضرب في أحد ملفاتها فنقوم بفحص اللعبة في حد ذاتها كيف نفحص اللعبة مثلا أنا عندي على هارد هنا هذه اللعبة حمدتها من فيتجر أريتك هذه اللعبة ريش ريش جو أقوم بفحص الملفات الموجودة في اللعبة كيف أفحصها الضغط على هذا يعني حتى إذا كان فيها مشكل تعرف بدأ فحص الملف انتهى الفحص انتهى الفحص لاحظ هذه الأخطاء أو الميسينج التي تظهر بالأحمر هي عبارة عن أخطاء يجب أن لا تظهر لكن بالنسبة لي هنا ليست أخطاء الملف ليس فيه أي مشكل فقط هذه الملفات هي ملفات اللغة التي قمت باستثنائها في التحميل أنا في التحميل قمت باستثناء ملف الفرنسية واللاحظ الإنجليزية والروسية موجودة لكن بقية اللغات أنا قمت باستثنائها بشكل متعمد فلا يوجد أي خطأ الخطأ إذا كان يكون في ملفات البين أو في ملفات الأو إكس إذا ظهرت أي علامة حمراء في الملف فهذا فيه مشكلة وتعيد تحميل طريقة أخرى تستطيع أن تذهب إلى نفس مثلا اللعبة التي فيها المشكلة تذهب إلى ملف التورنت الذي حملتها به أو ملف إي تورنت نعم هو ريش هذا نفس ملف إي تورنت وتقوم بفتحه طبعا عندما تقوم بفتحه يجب أن تكون اللعبة في نفس المصار الموجود هنا يعني إذا كان هنا في القرص دي يجب أن تكون في القرص دي يعني هذا المصار يجب أن يكون نفس المصار الذي فيه اللعبة لأنني أريد أن أفحص اللعبة اللعبة محملة وأضغط أوكي وأترك ه يفحص سيقوم بتحميل اللعبة وأي ملف فيه نقص سيقوم بإكماله تلقائيا هذه طريقة كنت أستعملها في بعض الألعاب التي عندي فيها مشكلة ES يعني بإعادة فحص اللعبة ببرنامج E-Torrent وربما سأضع فيديو خاص بفحص الألعاب عن طريق E-Torrent أي لعبة المهم أن تكون نفس النسخة الموجودة على الموقع لا تزاب إلى موقع آخر لاحظ يقوم بفحصها إذا كان فيه ملف واحد فيه نقص سيقوم بإصلاح إذن سيقوم بإصلاح أي ملف قلت فيه نقص كما بعد أن ينتهي التحميل الملف وفحصه أقوم بعمل Stop ثم Remove نعم قمت بحذف الملف وأذهب مرة أخرى إلى القرص الموجودة فيه اللعبة وأقوم بتتبيتها وإن شاء الله بدون مشاكل إخوان أتمنى أن يكون أفادكم هذا الفيديو أي استفسار أي مشكل في المدونة أو تيليغرام دمتم في أمان الله وسلام عليكم ينصح الخبراء الياباني باتخاذ الإجراءات التالية سابسكرايب لايك كومنت فيفيرت